السلام عليكم اهلا وسهلا بكم معكم احمد خلاف هنتكلم في شرحنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا في تليفون ريلمي سي 67 وازاي ان انت تتفاعل تصحيح اخطاء يو اس بي عشان تقدر تشاغل الميزة ديت وتقدر تستفاد منها ان انت تقدر تربط التليفون بالكمبيوتر من خلال فتحة او وصلة اليو اس بي طريقة سهلة وبسيطة فتابع معي الشرح ده عشان عرفك الطريقة بسم الله والسلام علي رسول الله اهلا وسلام بكم من جديد معكم احمد خلاف هنتكلم في شرحينا النهاردة ازاي ان انت تقدر تفاعل تصحيح اخطاء اليو اس بي تمام في هاتف ريلمي سي 67 بطريقة بسيطة جدا وبخطوات بسيطة هعرفك الطريقة كل انت هتعملها وتبدأ تدخل لي اعدادات الهاتف تمام وتبدأ تسحب الشاشة كده لتحت الحد ما تيجي عند حاجة اسمها النظام عند الايكون بتاع النظام ديت وتبدأ تضغط عليها هتطلع معك الوجه ديت من الوجه ديت هتختار حاجة اسمها خيارات مطورين تمام هتضغط على خيارات المطورين هتبدأ تفتح معا خيارات المطورين او خيارات مطور البرامج وبعد كده تسحب كده هتلقى ظهر عندك حاجة اسمها تصحيح اخطاء اليو اس بي تمام هتبدأ تفعل الخيار ده وتضغط على كلمة حسنا بكده انت فعلت تم توصيل اليو اس بي لتصبح طائل جهاز جاهزة تمام كده انت فعلت خيار تصحيح اخطاء يو اس بي تمام المشكلة ديت لو انت بتقابلك ان انت التروفون بتاعك مش شغال على اللابتوب على الكمبيوتر او كده تتحل معاك المشكلة ده كان بكل بساطة مضاحة لكتنا النهاردة والسلام عليكم